وصلت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس الدواب مساء اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة الرسمية حيث كان في استقبالها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة وأعربت زينل على اعتزازها بالعلاقات البحرينية الكويتية التاريخية الوطيدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصل الأخوة والمحبة والأهداف والمصير المشترك وتأتي زيارة معاليها والوفد النيابي المرافق تلبية لدعوة كريمة من معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية ودعم العمل النيابي العربي المشترك وتعزيز التعاون وتنسيق وتكامل البحريني الكويتي في مختلف المسارات والمجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين